بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم أبناء وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الزراعية مجال فني معمل وبرحب أيضا بجميع السادة المشاهدين اللي بتابعونا من خلال قناة مصر التعليمية النهاردة يكون معنا مستر أيمن رمضان باسيوني معلم خبير الفيزياء بوزارة التربية والتعليم أهلا بك مستر أيمن أهلا سعيد أهلا بأبناء وبناتي طلاب وطالبات المدارس الثانوية الزراعية مجال فني معمل في حلقة جديدة من حلقات مادة الفيزياء الزراعية مع مدرسة على الهواء طبعا بنقول لجميع ابنان الطلبة وجميع السادة المشاهدين كل عام وأنتم بخير طبعا زي ما احنا عودناكم النهاردة ان شاء الله بنعمل برضو مراجعة سريعة كده على الحلقات اللي فاتت عشان نعمل ربط بين الحلقات السابقة وحلقة النهاردة ان شاء الله حلقة النهاردة هتكون آخر حلقة في وحدة الصوت ان شاء الله وبعد كده ندخل في وحدة الضوء طبعا في الوحدة دي احنا عرفنا الصوت وعرفنا الموجات وخدنا حاجة مهمة قوي اللي هي قوانين انعكاس الصوت وقلنا دي حاجة مهمة جدا وبتيجي في الامتحان عرفنا طبعا الصوت وعرفنا الموجات النهاردة ان شاء الله مستر أيمن هيقول لنا ايه هي قوانين انعكاس الصوت وازاي نقدر بطريقة بسيطة قوي نقدر نعرف القانونين لانهما سهلين جدا وما فيش فيهم اي مشكلة خالصة تفضل مستر أيمن كلمنا عن تعريف الصوت يا مستر سعيد وقلنا ان الصوت هو عبارة عن موجات تحدث نتيجة لاهتزاز الأجسام هذه الموجات بتأثير اي مؤثر خارجي بتنتشر في الهواء او اي وسط مادة اخر قلنا ان الاصوات لا تنتشر في الفراغ لان الفراغ ساكن تماما قلنا بعد ما بتوصل هذه الاصوات العضو السمع لأي كائن حي بتقوم الازن بتجوير هذه الاصوات وارسالها الى المخ عن طريق ما يسمى بالعصب السمعي بعد كده المخ بيترجم هذه الاهتزازات الى اصوات او نغمات بعد كده عرفنا مستر سعيد ايه هي الموجة احنا قلنا الموجة هي اضطراب او اهتزاز بيحدث في الوسط المحيط بها ده الموجة عشان الاضطراب والاهتزاز هيؤدي الى صوت هيديني صوت اتكلمنا بعد كده عن قوانين الصوت او قوانين العكاس الصوت قلنا القانون الاول كان بيقول زاوية السقوط تساوي زاوية الانكاس وعرفنا من هنا ايه هي زاوية السقوط وايه هي زاوية الانكاس وطبعا احنا علقنا كتير او على الجزئية ديت لانه ممكن يجي فيه السؤال في الامتحان سؤال غير مباشر الاسئلة ديت بتبقى جميلة جدا يقول لك الزاوية المحصورة زي الاسئلة اللي جات لنا عبر المشاركات من ابنان الطلبة في الحلقة الماضية يقول لك الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام مثلاً 45 اللي هي تعتبر زاوية السقوط يبقى تكون زاوية الانكاس اد ايه وهنذكر لكم بعض الامثلة برضو في حلقة النهاردة ان شاء الله علشان نبسط الموضوع والموضوع ما يبقاش سهل هو القانون الاول بيقول زاوية السقوط بتساوي زاوية الانكاس هي دية الركيزة الاساسية اللي انت المفروض تحفظها تماماً وما تنسهاش اما الزاوية المحصورة بين السطح العاكس والشعاع هنقول الكلام ده طبعاً بالتجارب العملية علشان متنسهاش لان انتو عارفين اشراك اكتر من حاسة بثبت المعلومة واحنا دايماً عودناكو ان احنا بنشرك الشق النظري مع الشق العامل عشان المعلومات متنسهاش ان شاء الله ويتكلمنا قلنا ان الصوت يتبع الموجات الطولية طيب لم يجي يقول لي علل لما يأتي نغمات الصوت او الصوت يتبع الموجات الطولية بقول له لان الصوت بيتكون من مجموعة من التضغطات والتخلق بعد كده اتكلمنا عن القانون التاني لانعكاس الصوت وان شعار صوتي الصاقط والشعار صوتي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط عند السطح العكس بتقع كاميعها في نقطة واحدة عمودية على هذا السطح نعم الجزية برضو اللي تكلمنا عليها هو ذات اهمية كبيرة اول مستر ايمان اللي هو عبارة عن صدى الصوت وكيفية علاجه لان برضو من الاسئلة اللي هي جات لنا بيقول لك ما هي ظاهرة صدى الصوت وكيفية التغلب عليها قلنا ظاهرة صدى الصوت هو عبارة عن سماع او ارتداد سماع الصوت بعد حدوثه بلحظات قلنا لابد ان يكون لها ثلاث شروط اللي هو المصدر الصوتي المسافة بين المصدر الصوتي والجسم العكس ولابد ان يكون فيه جسم عكس وقلنا كيفية التغلب عليها اللي هي تغليف الجدران بطبقة من الخشب او الفلين تفضل مستر ايم بعد كده مستر صيد نرجع تاني نقول لابنانا الطلبة لما يجي لسؤل ويقول لي عرف زاوية السقوط ماتعرفش زاوية السقوط على انها زاوية الانعكاس ركز في السؤال عرف زاوية السقوط اقول لك possible زاوية السقوط هي زاوية محصورة بين الشعاع الولاء الصوتي المكاكس والعمود المقام ده طبعا بالنسبة للمراجعة السريعة علشان نربط بين الجزء في الحلقات السابقة والجزء بتاع حلقة النهاردة وطبعا من الأسئلة أذكركم بيها برضو في بعض الأسئلة اللي جات لنا قال علل تبنى الكنائس والمساجد وقاعات المحاضرات على شكل قباب يعني السطح بتاعها بيبقى على شكل قبة ده طبعا قلنا علشان تجميع الصوت يبقى فيه فرق بين تجميع الصوت وصدى الصوت تجميع الصوت اللي هو تجميع الصوت داخل بو أو شكل قبة فبيخلي الصوت محسن وقوي أما صدى الصوت هو عبارة عن انعكاس الصوت بعد حدوثه بفترة بسيطة يعني يمكن سمعه بعد فترة من حدوثه الجزئية بقى بتاع بعد كده بصدى في عندي هي العوامل التي يتوقف عليها تردد وطر مجدود دي مجموعة عوامل بيتوقف عليها تردد وطر مجدود دي في آخر الجزئية أربط موضوعها النهاردة بموضوع الحلقة السابقة بنقول العوامل التي توقف عليها تردد وطر مجدود نمريت واحد طول الوطر بعد كده قوة شد الوطر بعد كده بنقول كتلة وحدة الأطوال من الوطر دي طبعا انتو بتلاحظوها يعني الجتار نفسه اللي هو عازف الجتار دايما تلاقي الأوطار مجدودة على نطوءات خشبية طبعا لما بيعملها عملية كده بيزود الشد طبعا ليه علشان يغير نغمة الوطر المجدود كذلك برضو الطول بيختلف يعني لو احنا لاحظنا في الجتار بتلاقي فيه وطر قصير شوية وطر أطول وطر أطول طبعا دا ليه علشان اختلاف النغمات اللي بتصدر من الأوطار دي موضوع بقى حالكت النهاردة يا مستر أيبان موضوع مهمة قوي مرتبط بالجزئية اللي احنا قلنا عليها اللي هي عوامل اختلاف الأصوات أو النغمات علشان تبقوا انت عارفة لما بتسمع صوت الصدة بتقول ان الصدة جميل الصدة غليز الصدة رفيع الصدة عالي الصدة فيه جهارة طبعا الاختلاف دا هيكون بسبب ايه دا اللي احنا عايزينك تعرفه النهاردة في موضوع حلقة اليوم ان شاء الله نتكلم بها على العوامل نبدأ بالعوامل التي تؤثر او العوامل التي تؤدي الى اختلاف الأصوات نعم اول عامل من عوامل اختلاف الأصوات والنغمات عامل بيسمى الجهارة اللي انا بسميه جهارة الصوت ايه هي جهارة الصوت هي بنقول بيها بيكسب بها شدة الصوت او بيكسب بها الاحساس السمعي بهذا الصوت دي جهارة الصوت انا حسب بالصوت دا وبالتالي هقدر اميزه يبقى جهارة الصوت هي الإحساس السمعي بالصوت المسموع نعم وإحنا اتفقنا أن الصوت المسموع من 20 إلى 20 ألف زبزبة ده الصوت اللي بنقدر أو ليقدر الإنسان يميزه أو يسمعه بنقول الظاهرة دي ظاهرة فيسيولوجية يبقى ظاهرة الجهارة اللي هي الإحساس السمعي بالصوت المسموع ظاهرة فيسيولوجية بيرتبط ذلك الإحساس ارتباط وصيح بشدة هذا الصوت يبقى نمرت واحد في العوامل الجهارة ولم يقول لي عرف جهارة الصوت بل يا ذلك الاحساس السمعي بالصوت المسموع لا تعريف جهارة الصوت طب بتتوقف جهارة الصوت على شدة الصوت يا مستر أيمي طبعا لأننا انتفقنا وقلنا الشدة الصوت أو صوت المسموع اللي أنا أقدر أسمعه بيقع ما بين كذا إلى كذا وهي دي شدة الصوت المقصوب بيها في الجهارة نعم في بعض العوامل الأخرى اللي هي عبارة عن النوع والدرجة والشدة كل الحاجات دي مرتبطة مع بعضيها بعوامل الاختلاف العامل الثاني عبارة عن ايه نحن هلنا ان العامل جهارة الصوت بيرتبط ارتباط وصيق بشدة الصوت طيب ايه هي شدة الصوت شدة الصوت هي الطاقة الصوتية التي تمر في الثانية الوحدة بوحدة المساحات العمودية على اتجاه انتشار الاموال دي شدة الصوت اللي هي مرتبطة بجهارة الصوت هي الطاقة الصوتية التي تمر في الثانية الوحدة بوحدة المساحات العمودية على اتجاه انتشار الموجة يعني اصد حضرتك ان طالما شدة الصوت هي عدد الموجات المرة في الثانية الوحدة يعني بنقدر نقول عليه عبارة عن التردد لان في ربط بينهم وبين بعض لان كل مكان الطول اميز ازاي بين شدة الصوت وجهارة الصوت يا مصر سعيد يا بنفس الفكرة يعني كيفية التميز بين شدة الصوت وجهارة الصوت بقول لي علشان اميز بقول شدة الصوت هي كمية فيزيائية شدة الصوت كمية فيزيائية بينما الجهارة هي درجة الاحساس بهذه الشدة يبقى بتزداد الجهارة او بيزداد جهارة الصوت بزيادة شدته يبقى في علاقة هنا بين جهارة الصوت وشدة الصوت هي نفس الفكرة اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت لو احنا جبنا الوطر وشدناه بين مصمرين على صندوق اللي هو صندوق الرنين طيب يا مستر ايمن نستكمل ان شاء الله بس هنطلع فاصل قصير نرجوك ان انتم ما تبعدوش عننا وفاصل ونواصل ان شاء الله اهلا بكم اعزائي الطلبة والسادة المشاهدين بعد الرجوع من الفاصل والاستراحة القصيرة نستكمل سويا موضوع حلقة اليوم اللي احنا قلنا عبارة عن اختلاف النغمات طبعا الموضوع الحلقة النهاردة موضوع شايد جدا بنقدر منه نميز بين الاسوات وبعضها وكيفية التمييز بين هذه الاسوات مستر ايمن كنا اتكلمنا على شدة الصوت واتكلمنا وجهارة الصوت والعلاقة بينهم ياريت نوضحها بس الابنان الطلبة بشيء متفصل شوية فاضر حضرتك احنا قلنا نقدر نميز بين شدة الصوت وجهارة الصوت بنقول ان شدة الصوت هي كمية فيزيائية بينما جهارة الصوت هي درجة الاحساس بهذا الشوت او بهذه الشدة طيب بتزداد جهارة الصوت بزيادة شدته يبقى ابنان الطلبة ممكن يجري سؤال بقول لي كيف يمكن التمييز بين الجهارة والشدة بقول له الاجابة موجودة قدامك تقدر تقول ان شدة الصوت كمية فيزيائية ياريت تكتبها معايا شدة الصوت كمية فيزيائية بينما الجهارة درجة الاحساس بهذه الشدة وتزداد جهارة الصوت بزيادة شدته طيب احنا معنا تليفوني السلام عليكم وعليكم السلام وحلى وبركاته زكي مستر فعيد الله يسلامك مين معايا ياسمين قال ان زكي ياسمين عامل ايه الحمد لله اموري حضرتك فيه سؤال او فيه سؤالين بس ممكن اسألهم اتفضلي كيف يمكن حساب تردد جسم مجهول كيف يمكن تردد تردد جسم مجهول ثانية سؤال بقى انا مجهولة يعني بس ايو نعم ما هي استخدامات الموجات فوق الصوتية استخدامات الموجات فوق الصوتية في مجال الزراع والطب في مجال الزراع والطب فيه سؤال تاني شكرا يا مستر فعيد فيه اي مقترحات لك بالنسبة للبرنامج هي بس التنوهات ورسم وراجعة عامة بس على الفيس ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله ننبيلك الكلام دي بإذن الله حضركم مستر ايمن جدا يعني شكرا 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 سلامة شكرا طبعا السؤال الأولين يا مستر ايمن بيقول كيف يمكن تردد جسم حساب تردد جسم مجهول السؤال ده على فكرة جميل جدا السؤال ده جميل وهو يعني احنا في نفس حلقتنا وموضوعنا وهنقوله بشيء أكثر من التفصيل ولكن الإجابة للسؤال لياسمين الإجابة بقول عن طريق عجلة صفار يعني تقدر تجاوبيني إجابة السؤال ده هاتب الإجابة دي عن طريق عجلة صفار باستخدام عجلة صفار لو عايزة تزيدي في الإجابة شوية وتوضحها أكتر بتديني القامون اللي هو بيقول إيه التردد بيساوي إيه بيساوي عدد الدورات في عدد أسنة الأقراص أو عدد أسنة الكرس المستخدم على تنين أو على الزمن بالسواهن طبعا الإجابة هتكون واضحة إن شاء الله ياسمين بعد شرح عجلة صفار وإزاي أن احنا بنستخدمها في قياس تردد كيفية الحساب عن طريق عجلة صفار جسم مجهول لأن ممكن يكون عندنا شوكة رنانة مجهولة يعني دايما الشوكة رنانة بيبقى مكتوب عليها التردد بتاعها احنا معنا شوكتين رنانتين همت يا مستر أيمن برضو عايزين نوري ياسمين بنتنا ديت معلومة يعني ديت معلومة مكتوب عليها عليها الرقم عليها الرقم بتاعها 120 أو 200 نعم وعندنا واحدة تانية مجهولة يعني الشوكة رنانة ديت مجهولة تماما طبعا الرقم بيبقى مكتوب هنا هوت يا مستر أيمن هنشوفه كده مجهولة نعم بيبقى موجود كل شوكة رنانة بيبقى لها رقم الرقم ده بيبقى مكتوب هنا على الشوكة نفسها علشان يبقى معروف التردد بتاعها وبالتالي بتريح من السؤال طيب هناخد برضو سؤال تاني مستر أيمن شيماء من اسكندرية السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وعلى الله وبركاته الله يسلامك إزاك يا شيماء يا حضرتك المرسانين من زي حضرتك الفضالي حضرتك عندك سؤال الله يسلامك هاي والحمد رمعي عندي فيه ثلاثة إن شاء الله ممكن نعم ثلاث أسئلة ممكن طبعا تفضلي آه طبعا ممكن تفضلي نعم ما هو الأساس العلمي نعم ما هو الأساس العلمي لعمل أدرومترات ممكن السؤال التاني آه السؤال التاني ما هو الأساس العلمي لتكوين دلتا الأنهار لتكوين دلتا الأنهار آه السؤال التالت سؤال التالت آه إذا كانت بأطرك الصوت في الأول آه ما هي طول الموضة التي تحدث بها الصوت طول الموض 230 متر عالثانية ماشو ما هي طول الموضة عندك سؤال تاني يا شيماء لا سنة مسترسعين نعم لسه يا شيماء لسه فيه طيب طول الموجة 300 السرعة 330 متر عالثانية طيب إديني اتنين مجهول في معلوم تاني عشان أنا نجيب المجهول التالت طول الموجة عندك كام أو التردد كام 220 200 ايوة كنت 200 200 200 200 200 200 200 دايما في كل المسألة بتبقى عبارة عن 3 على السرعة حاجات سرعة وطرات من طول الموجة نعم بيجي دايما مجهول واحد وبيجي اتنين معلومين علشان نبقى نطبق المسألة على طول آه آه السؤال التاني ما هو الأساس العلمي لتكوين نعم دلتا الأنهار طيب عندك سؤال تاني يا شيماء لا شكرا لك أي مقترحات بالنسبة للبرنامج نعم لا والبرنامج أصلا يعني هو مطور نفسي صراحة يعني وبيجي بكل هايزير شكرا 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 بالنسبة بقى للسؤال التاني بتاعي ياسمين يا مسترحيل مياه استخدامات الموجات فوق الصوتية في مجال الزراعة على فكرة ديجوز اي على فكرة في موضوع حلقة النهاردة يعني الموجات الفوق الصوتية هنتكلم عليها وإيه هي الفوائد بتاعتها في مجال الزراعة في مجال الطب في مجال الصناعة في جميع المجالات اللي احنا اللي هي المحيطة بينا إن شاء الله هي ياسمين طلبت المجال الزراعة ومجال الطب اوه تفضل نتكلم في مجال الزراعة مسترحيل باستخدم الموجات فوق الصوتية فيما يسمى بالتأثير البيوليجي نعم ان انا باستخدم الموجات فوق الصوتية لقتل بعض الحشرات القارضة والفئران من المزارع لأنها بتتغذأ وبتكرد المحصول وبالتالي أنا بستخدم التأثير ده يعني الموجات الفوق الصوتية ديت بعض القوارض زي الفئران يعني بمجرد ما بتسمعها بتترك المكان على طول سريعا يعني وممكن استخدمها برضو في تسوية في تسوية الأرض وفي تسوية الأرض على سنة أنا مبقاش في عندي ارتفاعات وانخفاضات عن طريق ما يسمى بالمكانة الحديثة بالزبط طيب بالنسبة للطب يا مستر بالنسبة للطب باستخدم الأشعة وموجات الفوق الصوتية في التخلص من الألام العصبية نعم باعمل جلسات في موجات الفوق الصوتية باستخدمها دلوقتي لعلاج بعض التقيحات التقيحات في أنحاء الجسم اللي اختلفة الكشف عن الكسور والحصوات يا مستر سعيد في الكلة والمرارة بتفتتها عن طريق المنزار وبالتالي بدخل معاها موجات فوق الصوتية بتعمل تفتيت لهذه الحصوات طيب يا ريتي يا سمين أنت كوني استفدت من الإجابة ديت طيب بالنسبة للشيماء يا مستر الشيماء كان عندها سؤال بيقول ما هو الأساس العلمي لعمل الأيدرومترات نعم الأساس العلمي لعمل الأيدرومترات يا شيماء كنا قلنا أنت جاءت أنت بتذكري بقى فارجاتي للمحليل نعم بيقول هو عبارة عن قانون الغمر أو قانون الطفل اللي هو قاعدة أرشيميديس قاعدة أرشيميديس بالضبط قاعدة أرشيميديس وقانون الطفل لان انا عندي يا شيماء في الايدرومترات انا عندي موجود انتفاخ زجاجي في الايدرومتر الانتفاخ ده بيعاد الكرات الرصاص الموجودة اسفل الايدرومتر علشان الايدرومتر ما يطفوش او ما يطفوش نادر نقول اجابة السؤال دي مستر رانوان ما هو الاساس العلمي العامل الايدرومترات هو قانون الطف وقانون الطف وبيقولك اذا طف جسم فوق سطح سائل فانه يلقى دفع من اسفل الى اعلى مقدار هذا الدفع بيعادل وزن الجسم المغنور بعد كده بقول لي ايه هو الاساس العلمي لتكوين دلتا الانهار دلتا الانهار هي موجودة او مية اللي جاية من النهر محملة بالطمي والرواسط هذا الطمي بيحمل شحنة سالبة بيحمل شحنة سالبة ومياه البحر بتحمل شحنة مجابة نتيجة للاملاح المعدنية الموجودة في مياه البحر وبالتالي بتتعدل الشحنة السالبة مع الشحنة المجابة وبترصب بنسمي دي دلتا الانهار طيب معنا مدخلة برضى بنتنا ايا الاليوبية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الوقات ازيك يا سلام سعيد الله يسلمك ازيك يا اياه الله يسلمك الله يبارك بيش عامل ايه الحمد لله اتفضل ايا حضرتك عندك سؤال اه اتفضل ايه اه من هو من قوانين بتاعة الانعكاس م slut قوانين انعكاس م slut اه للرسمة بتاعة القانون امتى تتساوي الزواية الاربعة اللي هي الزواية المحصورة وما بين السطح العكس وشعاي الساكت نعم وزاوية السقوت وزاوية الانعكاس وزاوية المحصورة وما بين شعاي المنعكس و TudoS Oders با السطح العكس سؤال جميل جدا يا اياه امتى تستخدم الزوية دي بقى الاربعة هنقولك ان شاء الله هنقولك ونوريها لك على الرسمة مباشر برضو ان شاء الله في سؤال تاني او فيما تستخدم ظاهرة صدى الصوت ظاهرة صدى فيما تستخدم الصوت اه حاجة فيها سئلة تانية او شكرة جدا في اي مقترحات يا أستاذ ايا او احنا كل مرة بنقول عايزين تنويه عن الحلقات الحلقة دي مثلا النهاردة ايه وبكرة ايه كده يعني ان شاء الله باذن الله يتعالى شكرا 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 اه مستر ايمان نرجع لسؤال شيماء سؤال اه سؤال اللي هو كان سرعة الصوت اذا كانت سرعة الصوت 330 نعم نعم والتردد اه 220 220 زبا انا عندنا القانون يا شيماء كان بيقول ايه عين بتساوي تهفي جيم السرعة بتساوي التردد في طول الموجة انا عندي هنا مديني سرعة الصوت مديني 330 مديني عايز طول الموجة مديني التردد 220 يحسب طول الموجة انا بقول له جيم بتساوي يا شيماء عين على تهي السرعة على التردد يعني 330 على 220 تطلع يا شيماء واحد ونص زبزبة في الثانية ده بالنسبة للمسألة بتاعة شييماء ده بالنسبة للمسألة بتاعة شييماء تبقى القانون اللي هو قانون اللي هو قانون سؤالك كان بيقول متى تتساوى الأربع زوايا مع بعض احنا ممكن نجريك القانونين في رسمة جميلة مع مستر سعيد ويقولك امتى بالضبط تتساوى الأربع زوايا لو تساوت زاويتين هتتساوى الزاويتين الأخرتين نشوف القانون يا مستر سعيد هي ديت على فكرة يا مستر ايمان اللي هو يعتبر التطبيق العملي لقوانين انعكاس الصوت لان ديت مهمة اوي ايه هي الاهمية بتاعتها يعني السؤال بتاعها آية جميل جدا بتقولك امتى تتساوى تتساوى الزاوية كلها مع بعض احنا دايما نقولنا ان العمود دوت العمود القائم اللي هو واقف دوت دا بنسميه العمود القائم يعني الزاوية ديت بتعتبر 90 درج والزاوية دي بتعتبر 90 درج يعني الزاوية ده ها كده بتعتبر 90 درجة والزاوية ديت 90 درج امتى تتساوى الزاوية كاملة من العمود المقام مش ماليش جعوب شعاع الساقط ولا شعاع المنعكس نعم نعم ولذلك احنا دايما بنقول القانون الاول بيقول ان زاوية الساقط بتساوي زاوية الاناكاس طيب دلوقتي لو الزاوية المحصورة احنا قلنا الزاوية المحصورة بين العمود المقام والسطح العاكس بتساوي تسعين لان احنا بنقول عمود مقام اما الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام بنقول على زاوية الساقط اللي هي ديت اما زاوية الانعكاس هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام طيب اذا كانت الزاوية المحصورة الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والسطح العكس هنا اللي هي الزاوية دية مثلا 30 هتكون زاوية السقوط 60 هتكون زاوية الانعكاس 60 يبقى زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس طيب السؤال واضح قوي بتقول امتى الاربع زوايا يكونوا متساويين إمتى الأربع زوايا يكونوا متسويين إذا كان الشعاع الساقط واخد زاوية 45 الشعاع الساقط واخد زاوية 45 لأن لو واخد زاوية 45 هنا هتبقى الزاوية المحصورة اللي هي الزاوية دية مسترقا بالضبط كده الزاوية المحصورة دية بين السطح العاكس والشعاع الساقط هتساوي 45 وزاوية السكوت هتساوي 45 زاوية الانعكاس هتساوي 45 يبقى الزوايا المحصورة بين الشواع المنعكس والسطح العاكس برضو هتكون 45 يبقى السؤال امتى تتساوى الزوايا المحصورة او الزوايا عامة في قانون الانعكاس الاول هنقول اذا كان الشواع الساقط يسقط بزاوية 45 لكن امتى زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس بتساوي صفر لما يكون الشواع الساقط عمودي على السطح العاكس لما يكون الشواع الساقط عمودي على السطح العاكس والرسمة دي هنطبقها معنا برضو عملي وجايبن لكم الادوات العملية علشان نطبقها ان شاء الله السؤال التاني تفضل كان لقاية بيقول فيما تستخدم ظاهرة صدى الصوت يعني اتكلمنا عن ظاهرة صدى الصوت طيب ايه فايدتها سؤال برضو سؤال وديه وجيف معاده يعني ظاهرة صدى الصوت باستخدمها في تقدير المساحة او المسافات ممكن اقدر مسافة اعماق البحيرات او المحيطات او الانهار عن طريق استخدام ظاهرة صدى الصوت بحساب المسافة اللي اعطاها الصوت اثناء زهاب والعودة يبقى انا بقول بتستخدم ظاهرة صدى الصوت لحساب المسافات او اعماق بحيرات او محيطات وبستخدم في كده القانون بقول ان المسافة بتساوي السرعة في الزمن على اثنين ليه على اثنين لان المسافة راحت ورجعت يعني الصوت نزل للعمق وارتد تاني يبقى انا بحس المسافة بتساوي السرعة في الزمن على اثنين ده اجابة سؤال فيما تستخدم ظاهرة صدى الصوت او يعني السؤال ده فيما تستخدم ظاهرة صدى الصوت بتحديد الابعاد او المسافات لكن كيفية القضاء على ظاهرة صدى الصوت باستخدام الالواح الخشبية او الفلين على الجدران نستكمل بقى موضوع الحلقة مستر ايمن اللي هي تاني حاجة فيه عوامل اختلاف النغمات او الاصوات اللي هي عبارة عن الدرجة درجة الصوت درجة الصوت هي كمية فيسيولوجية احنا اتكلمنا عن شدة الصوت وقلنا هي كمية قبل كده بنقول ان شدة الصوت كمية فيزيائية طيب درجة الصوت هي كمية فيسيولوجية بتتوقف على التردد درجة الصوت كمية فيسيولوجية بتتوقف على التردد انا هنا الاجابة دي اجابة كافية وتديلوا عليها بعد كده بقول له باقي ان الصوت الحاد اعلى بتكون درجته مرتفعة وتردده مرتفع عن الصوت الغليس الصوت الغليس بتكون درجته منخفضة وتردده منخفض وهنا اقدر اقول الفرق بين صوت الرجل وصوت المرأة نعم يعني انا الطلبة احنا اتصالنا السؤال ده قبل كده يا مسار سعيد ما الفرق بين ليه صوت الرجل وليه صوت المرأة حاد يبهنا نقدر من اجابة السؤال ده ليه درجة الصوت يطلع الطلب اجابة السؤال طبعا يا بتختلف بعض الاحيانة وده سؤال عام بس طبعا العوامل الوراثية طبعا بتتدخل فيه الحكاية دي شوية طبعا العوامل الوراثية لان طبعا احنا عارفين ان فيه بعض السيدات الصوت غليظ شوية طبعا ده بيرجع ليه عوامل وراثية ولذلك احنا بنقول ان صوت الرجل غليظ علشان الاحبال الصوتية قصيرة وفي نفس الوقت غليظة وديت انت لو لاحستها حتى لو جبت وطر وطر ده مجدود واثرت المسافة وبدأت تعمله عملية اهتزاز هتلاقي الصوت بتاعه غليظة شوية لكن بالنسبة لو جبنا وطر رفيع وطولناه شوية وبعدين نعمله عملية اهتزاز هيصدر عنه صوت عالي وفي نفس الوقت صوت رفيع نرجع بعد كده السؤال اللي سألناه قبل كده كان من ابنتنا ياسمين كيف يمكن حساب تردد جسم مجهول منقول كيف يتم تعيين تردد نغم مجهولة هو نفس السؤال لو ياسمين متابعنا قلنا يتم تعيين تردد نغم مجهولة عن طريق عجلة صفار طيب نتكلم عن عجلة صفار يا مستر سعيد ونقول بيتركب من ايه عجلة صفار او ايه تكوينها بنقول ان عجلة صفار هي عبارة عن عدة اقراص الاقراص دي عددها من ثلاثة الى اربع اقراص لها محور مشترك بيمر به صاق معدنية متصلة عن طريق يد محركة بواسطة سير من الجد يعني هو في محور على مجموعة من التروس او كرس به مجموعة من التروس المسافة بين كل سنة والاخرى متسوية في الكرس الواحد ولكن بتختلف في الاقراص الاخرى اذا كانت انا هشتغل بكرس درقته مثلا اتنين سنطي الكرس الثاني ممكن يبقى المسافة اقل من سنطي وهكذا يبقى ممكن تكون النسبة محسوبة لان هي اكيد هتبقى النسبة محسوبة جدا احنا عندنا اربع اقراص ممكن يكون من ثلاثة الى اربعة الى خمسة الى ستة على حسب درجة التساوي بتاعت الاسنان لان القرص الصغير اكيد المسافات مش هتكون زي القرص الكبير لا المسافات بتختلف من القرص الاصغر للقرص الاكبر للاكبر عجل الصفار بتركبها بالضبط لو معنا الرسمة الموجودة معنا يعني دي رسمة تقريبية لعجل الصفار احنا قلنا هي بتتكون من مجموعة من التروس من ثلاثة الاربع انا عندي ترس راكب عندي الترس التاني متركب فيه السير الجلد على اساس اللفة او عدد لفات السير او الترس نفسه واسمع من هنا النغمة كل ترس او كل كرص له نغمة غير الكرص الاخر يعني انا لو حبيت اعين نغمة مجهولة ببدأ اترك على هذا الترس زي الشكر رنانة زي الشكر رنانة الى ان اسمع صوت مألوف للازن وبالتالي اقدر احدد هنا نوع النغمة وممكن نعملها الوقت بالشكر رنانة المجهولة مع حضرتك ونعملها عملي عن طريق الشكر رنانة بتدي نفس فكرة عجلة صفار لتعيين يعني دلوقتي احنا بنعمل عملية طرق للجسم المجهول بعد كده بنقربه على الاسنان اللي هي موجودة بتاعة عجلة صفار بمجرد ما بينزل على الاسنان بيعمل صوت الصوت ده طبعا بيختلف من القرص الاول للقرص التاني نشوف طريقة العمل وبعدين نعملها مع حضرتك شكر رنانة بنقول طريقة عمل عجلة صفار نمرت واحد بنطرق الجسم المراد معرفة تردده وليكن شوكر رنانة نعم عدة مرات ليه بقى؟ علشان الازن تسمع تسمع بالازن وتألف الصوت وتألف الصوت حتى تكاد تألفه الازن تعرف الصوت ده وتقدر تميزه طيب نمرت اتنين نمرت اتنين بلوهي؟ بنختار احد هذه التروس ترسم من التروس 3 او الاربع اللي معنا بمعدل سابت ومنقرب الى اسلنتها قطعة من ورق مكوة او قطعة صفيحة رقيقة بحيث انها تعمل لي الصوت اللي انا هألفه طيب بيضر عن ذلك صوت اثناء مرور هذا الترس او اثناء دورانه بنغير من سرعة الدوران بزود السرعة او بقللها الى ان يصدر صوت يشابه صوت الشوكة الرنانة اللي انا مؤتلف عليها او للازن واخد عليها طيب لما هيصدر الصوت المشابه لصوت الشوكة الرنانة انا بقول ده الشوكة الرنانة اللي معايا دي معلومة التردد نعم يبقى الصوت اللي انا الافته من الترس بيشابه صوت الشوكة الرنانة يبقى انا كده عرفت التردد ونحسب الفترة الزمنية بقى اللي احنا خدناها بوسطة ساعة يعني هي الفكرة كلها ايه؟ ان احنا عندنا مجموعة من التروس وبنستخدم اما ورقة مقوة او قطعة من الصفيح وبنقربها وساعة الاسنان اللي هي موجود هي الفكرة زي مستر ايمان قال احنا عندنا شوكا رنانة معلومة زي الشوكا اللي معانا ديت بنعمل لها عملية طرق طبعا احنا عارفين عشان نسمع الصوت الشوكا رنانة بوضوح ايه اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل عندنا بيبقى عندنا شوكا رنانة عندنا متراقة دي عبارة عن متراقة زي شوكوش خشبي كده صندوق صوت والصندوق احنا قلنا عليه قبل كده هو عبارة عن صندوق خشبي مغلف من جميع الجهات نشوفوا كده مع بعض هوت مفتوح من جهة واحدة بس علشان تخرج الصوت المكان العلوي دوت هو مكان وضع الشوكا الرنانة بيختلف صندوق الرنين من حجم الى حجم اخر يعني احنا عندنا برضو صندوق رنين صغير هوت طبعا الاختلاب بيكون فيه حدة الصوت وتردد الصوت وارتفاعه ده عندنا الصندوق الخشبي او بنسميه صندوق الرنين هي نفس فكرة الصندوق دوت بس الحجم بتاعه اقل لو احنا ملاحظين هوت مغلف من جميع الجهات وبرضو من اسفل مغلف والمكان ده هو مكان وضع الشوكا الرنانة علشان نسمع صوت الشوكا الرنانة كل اللي احنا بنعمله بنعمله لها عملية طرق نسمع كده مع بعض هوت طبعا الصوت ده مش مسموع قوي لكن لو قربناه لصندوق الرنين هنشوف كده اهوت انا بفصلها بشيلها وافصلها علشان نعرف ايه الصوت نميز ولذلك دايما السؤال اللي كان بيجي قبل كده بيقولك الصوت ينتقل فيه الاجسام الصلبة اقوى اصرع من الاجسام السائلة اصرع من الهواء نفس العملية هوا تبص احنا لما بنقربه للجسم الصلب بنلاقي الصوت عالي هوا تاني طيب ايه الفرق بين الشوكا الرنانة ديت والشوكا الرنانة ديت يا مستر ايمن اولا الاطراف بتاعتها مختلفة تماما ديت الاطراف بتاعتها طويلة دي الاطراف قصيرة هي بالضبط لايه فكرة الاحبال الصوتية للرجل والمرأة ديت عندنا غير معلومة غير معلومة لانه مش مكتوب عليها اي حاجة اما هنا مكتوب التردد بتاعتها لو احنا عملنا طرق لديت كده ونشوف مع بعض الفرق بين الاثنين ايه هالطرق هو فيه اختلاف طبعا في الصوت برضو نترك دوت ونشوف الفرق ايه الفرق ده بيعتبر غليص شوية ده رفيع وحد كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل عملية تركه ونبدل نسمع صوت الشوكة الرنانة لحد ما تألفه الاظن بعد كده بنجيب قطعة من الكارتون او قطعة من الصاق المعدنية وبعدين بنقربها الى التروس بتاعة عجلة صفر واحنا بندور بنقرب الورقة ديت لحد ما نسمع نفس الصوت اللي احنا سمعنا دلوقتي من الشوكة الرنانة بمجرد ما بنسمع بنشوف الفترة الزمنية اللي حدث فيها الصوت بهوت عدد اسنة الكرس نفسه بيطبق القانون اللي انا هنشوفه دلوقتي علشان احسب التردد لانية طبعا بتتحسب بقانون التردد بيساوي عدد دوران الكرس الكرس ده دار كم دورة او لف كم لفة في عدد الاسنة لهذا الكرس الكرس فيه تلاتين اربعين سن على الزمن المستخدم بالسواني نعم ده اللي بسميه القانون علشان اقدر احصل تردد جسم او تردد وطر او تردد اي شيء يا ريت القانون ده برضو نحفظه يا مستر مالا ممكن تيجي سؤال عن طريق زي السؤال اللي جالنا بس يجي في صورة مسألة لكيفية حساب تردد جسم غير معلوم زي الشوكر رنان اللي معاني طيب نبدأ بقى في باقي العوامل المستخدمين اخر عامل من عوامل عوامل الاختلاف الاسوات او النغمات نوع الصوت نوع الصوت بيقول يمكن للانسان ان يميز نوع الصوت الصادر بواسطة خاصية اللي بتميز بها الازن والاسوات او النغمات احنا قلنا ان الصوت هو عبارة عن اهتزازات الاكسام بينتشر هذا الصوت في الهواء بيصل الى عضو السماء لأي كائن حي بتقوم الازن بتوصيل هذا الصوت الى المخ عن طريق العصب السمعي بعد تكبير طبعا الصوت وبيقوم المخ بترجمة هذا الصوت الى هل هو نغمة او صوت طيب هي بالضبط نوع الصوت الانسان بيسمع من 20 الى 20 الف زبزبة الصوت ده لما بيصدروا الانسان بيسمعه عن طريق الازن والعصب السمعي بيقوم المخ بترجمة هذا الصوت دي نغمة ولا حد بيتكلم ولا صوت موسيقى ولا يعني تمييز الصوت نفسه المهم الفترة اللي هي ما بين 20 إلى 20 ألف زبزبة في الثانية ده بنقول عليه اللي هو عبارة عن الصوت المسموع لأن احنا عندنا حاجة اسمها فوق الصوتيات فوق الصوتيات أو الترددات العالية جدا للموجات بنسميها موجات فوق صوتية وعندنا موجات تحت سمعية أو تحت صوتية واتكلمنا عليها قبل كده اللي يهمنا الموجات اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة بقى اللي هي الموجات الفوق صوتية وكيفية الاستخدام بتاعها زي ما السؤال اللي جالنا من بنتنا ياسمين اللي هي قالت ما هي استخدام الموجات فوق الصوتية في مجال الزراعة والطب هو ده الموضوع اللي احنا هنتكلم علي دلوقتي اللي هي الموجات الفوق صوتية أو الموجات الفوق سامعية فضل المسلم فوق الصوتيات نرجع تاني ابننا الطلبة ويجي لي سؤال يقول لي ما هي العوامل أو ما هي عوامل اختلاف الأصوات أو النغمات عددها مش هقولك اشرحها قول لي نمرت واحد الجهارة نمرت اتنين شدة الصوت نمرت تلاتة درجة الصوت نمرت اربعة نوع الصوت طالما ما قالش اشرح المسلم يبقى ما نقعدش نشرحه نعددهم بس شدة درجة الصوت نوع الصوت دول اربع عوامل اللي بيقدوا الى اختلاف الأصوات أو النغمات طيب نتكلم بعد عن فوق الصوتية ايه تعريف فوق الصوتية مصطلح فوق الصوتية فوق صوتية هي موجات ذات تردد عالي عالي جدا طبعا ان الانسان ما يسمعها شيء اي موجة اعلى من قدرة الازن العادية اللي سامعها بسميها فوق صوتية يبقى هي موجات ذات ترددات عالية جدا اكبر من تلك التي يمكن سامعها فتزداد الاصوات او في النسبة تردد الاصوات المسموعة زي ما احنا متفقين من 20 الى 20 الف زبزبة في الثانية دي اصوات سامعية انا بنسمعها اما الفوق السامعية او فوق الصوتيات هي موجات ذات ترددات عالية جدا لا يمكن سامعها اللي فوق من كده اللي مقدرش يسمعه ده بسميه فوق صوتية اه وذكرنا مثال من الحيوانات يا مستر ايمن طبعا اللي هو عبارة عن الخفاش الخفاش طبعا احنا عارفين ان هو بيطير بالليل بيهتدي الى اليرقات عشان يتغذى عليها عن طريق اصداره موجات فوق صوتية ولا يصطدم بالحوائط ولا يصطدم بالحوائط لان هو بيصدر موجات فوق صوتية الموجات دي بترجع له تاني ومجرد ما بترجع له ايه اللي بيحصل بيعرف ان فيه حائط امامه بيبتعد عن المكان اللي هو ريح له بل موجات الفوق صوتية هي عبارة عن موجات ترددها بيكون اعلى من عشرين الف زبزبة في الثاني اهم حاجة ان انت تقول لي الكلمتين دود اما التحت صوتية هي عبارة عن موجات بيكون ترددها اقل من عشرين زبزبة في الثاني طيب الاستخدامات بقى اه بقى تطبيقات العملية لاستخدام الامواج فوق الصوتية طب انا بستخدم او ايه الفايدة العملية بالنسبة لي ان انا ادرس الموجات فوق الصوتية وان احنا ايه اللي وصلنا لكده عايزين منها لان اكتر الطلبة ساعد يقولوا ان المناهج اه بدرس ليه بدرس ليه الجزئية دي انا عندي في الفيزياء الزراعية جميل فيها ان انا بطبق لك كل شي اعمل انا درست ده ليه عشان انا عملت بي واحدة من ثلاثة فايدة ده ايه كذا وبالتالي انت لما بتقرى المعلومة بتقراها بتقول الله ده هاستخدمها في كذا يبقى انا كده باستخدم اكتر من حاسها مصر سعيد المعلومة نظر وبعدين بشوفها عملي وباستخدمها في ايه وبالتالي بتلاقي الدرس شيك والطالب ابنان الطلب يا رب بيقدروا يستوعبوا اللي احنا بنقوله ايه بقى التطبيقات العملية لاستخدمات الموجات فوق الصوتية يا نمرت واحد استخدمت الموجات فوق الصوتية في الكشف عن الطائرات في الجو والغواصات في اعماق البحار في غواصات في سفن كبيرة بتغرق في البحر بدأوا يستخدموا الموجات فوق الصوتية عشان يستخرجوها يعرفوا مكانها فين بالضبط يبقى ان ده استخدام جيد جدا وتطور كبير في العلم ان احنا وصلنا لأعماق البحارة عشان هو استخدام الرادارات برضي يا مستر ايمن كله شغال على الموجات الفوق الصوتية ان هو بيصدر موجات وبيستقبلها تاني نتيجة حسابه حسابه للفترة الزمنية اللي هو بيتروح فيها الموجة وبترتد بيقدر يحدد فعلا مكان الطائرة فين او مكان الغواصة فين يبقى ده بيعتبر احد التطبيقات المختلفة لاستخدام الموجات فوق الصوتية بتستخدم الموجات فوق الصوتية للكشف عن وجود الطائرات والغواصات فعندما تسقط الحزمة او تسقط الموجات فوق الصوتية على طائرة مثلا فانها تنعكس عنها طب لما بتنعكس عنها بتديني ايه؟ بتديني صدق او بتديني الصدق بتاعها يمكن الكشف عن الموجة المنعكسة باستخدام مستقبل هذا المستقبل مصنوع من بلورة من الكوارتس بسميه بالصونار بتستخدم في الكشف عن الحطام والصفة لان هو المستقبل ده المستقبل ده مهم جدا لان لابد ان الجهاز يكون فيه مرسل وفيه مستقبل برضو لازم يكون الاثنين عشان يستخدمه طيب النقطة التانية اللي هو قياس عمق البحر يا مستر ايمان لان احنا قلنا اول حاجة ممكن الكشف عن الغواصات او الطائرات لا ممكن تحديد عمق البحار لان طبعا استخدام الموجات فوق الصوتية بين العبارات بالذات علشان وهي ماشي اصلا داخل البحر بتصدر موجات فوق صوتية علشان يحدد العمق علشان ما تكونش فيه شعاب مرجانية ما تكونش فيه سخور بحرية كبيرة تصطدم بيها العبارة وهي ماشية فده ازاي بيتم تحديد العمق احنا جاوبنا عن السؤال ده لسؤال يتسألناه في اول حلقة نعم ما هي استخدامات صلصوت نعم فالزابط احنا جاوبنا عن النقطة دي بنقول ايه تاني نقطة في استخدامات الموجات فوق الصوتية يعني بين الإصدار المرسل والمستقبل استقبلها يبقى أنا بقيس عمق البحر بالمسافة بين إرسال الموجة فوق الصوتية واستقبال هذه الموجة بعدما تنعكس وقد تم تصميم جهاز مبني على هذه القاعدة بحيث يعطي العمق مباشرة طيب هذا الجهاز يا مستر سعيد بيستخدم موجات فوق صوتية ذات تردد عالي ويوضع المرسل والمستقبل مع بعض يعني المرسل والمستقبل موجودين جنب بعض المرسل بيرسل والمستقبل مستقبل نفس الوقت يقول لي عمق البحر ده أو عمق المكان ده كام متر أو كام سنتر ثالث حاجة من التطبيقات يا مستر أيمان اللي هو عبارة عن التأثير الميكانيكي وده طبعا بيعتبر مهم جدا لأن التأثير الميكانيك ده ممكن يستخدم في الطب عن طريق تفتيت الحصوات وممكن نتيجة إصداره لمصورة معينة ممكن المصورة ديت لو هي لنقل المية أو البترول إزاي نعرف أن المنطقة ديت فيها شرخ ده عن طريق استخدام التأثير الميكانيكي ده أنا لو أسقط موجودين فوق صوتية مصر سعيد على لوح زجاجي أو على صاغ مقوة قادرة أنها تعمل صكب في هذا الزجاج نعم نعم كوة الموجود الفوق صوتية أنها تؤدي إلى صكب اللي هو النقش بالليزر دلوقتي بصدفة كده بصدفة كده حفرة للليزر أو بصدفة استخدام الحفرة في الزجاج استخدام الحفرة في المعادن باستخدام الموجودين الفوق صوتية تفضل طبا بعد كده باستخدمؤت فوق السوطييات مثل سعيد في الطب با فيه علاج الالام العصبية او استخدام في الآن العصبية أتنين باستخدمها في الالام الروماتيزمية تستخدم eyelid الانسجة المتكيحة في مختلف انا方 الجسم بصلت عليها الموج الافوال الصوطيات بالتالي بقضي على هذه الانسجة المتكيحة بتخلص من الحصوات في الكلا أو المرارة الحصوات الكلوية والمرارية عن طريق برضو المنظار اللي ما بعت له هو طبعا دخلت حاجات كتيرة أول مستر آيمن في مجال الطب باستخدام الموجات الفوق الصوتية لأن استخدام عمليات كتيرة كل ده بسميك تأثير المكانيكة الموجات الفوق الصوتية نعم طبعا برضو زي ما احنا قلنا فيه برضو بعض التطبيقات المختلفة للموجات الفوق الصوتية على فكرة لو جه السؤال لان دايما السؤال زي ما بالزبط يا مستر ايمن زي ما بنتنا ياسمين سألت ما هي استخدامات الموجات فوق الصوتية في مجال الزراعة والطبيانية حددت حاجتين معينين فدول اللي احنا بنتكلم عليهم لكن لو قال استخدام الموجات الفوق صوتية وسيكت يبقى احنا هنعدد كل الحاجات اللي احنا بدون شر بس اخدم الموجات فوق الصوتية في الكشف عن الشقوق في المعادل لو انا عندي مواسير غاز تبقى تحت الارض ما احنا شايفينه طبعا فيه مصورة منهم حصل فيها صقب بستخدم الموجات فوق الصوتية عشان تحدد لي مكان الصقب فين وافحر وابتدي افحر وعمل لحامل هذا الصقب يبقى برضو استخدام جيد جدا للموجات فوق الصوتية ان انا بقدر احدد الشقوق فين لان طبعا بيستخدم جهاز مستر ايمن المفروض الجهاز ده هوت لما بيصدر موجات فوق صوتية المفروض لو ما فيش شرخ ما فيش اي حاجة هيرجع نفس التردد لكن لو في شرخ لازم هيحصل خلل في الشعاع المنعكس على الجسم فنعرف ان فيه خلل في المنطقة دية سواء صقب سواء شرخ دي طبعا بيتم الكشف فيها سواء فيه مواسير المية مواسير نقل الغاز مواسير البترول طبعا كل الحاجة وبرضو بستخدم موجات فوق صوتية في صناعة السبائك بعض السبائك بستخدم فيها بصلط عليها موجات فوق صوتية عشان ابدأ اشكلها واخد منها الاشكال اللي انا عايزها بستخدم برضو الموجات في صناعة السبائك نعم لان احنا عارفين ان السبائك دي احنا طبعا عارفين ان السبائك هي عبارة عن نوع من انواع المحاليل اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي محاليل الصلب في الصلب قلنا فيه وجود مسافات بينية بين المعدن وبعضه ومجرد ما بنسلط عليه موجات فوق صوتية بيحصل عملية تحلل لهذه المعدن وبيحصل لها عملية ايه تجانس مع بعضها وتكوين محلول اللي احنا بنسميه السبائك فيه حاجة تانية مستر ايمان بالنسبة اخر نقطة عندي في التطبيقات التأثير البوجي نعم ايه والتأثير البوجي بقول وجد بعض العلماء ان الموجات فوق الصوتية يمكنها قتل بعض الاسماك والضفاضع والفقران كلام دي احنا قلناه اذا وضعت في مجال الموجات فوق الصوتية كما ان هذه الموجات لها القدرة على اقاف نمو الخميرة اذا تعرضت لها يبقى دي استخدامات ممكن اكتبها لو جالي في الزراعة اقول له التأثير البوجي نعم بقضي على الحاجات دي علشان ما تقصرش على محصيلش ما تكونش جدور للنباتات من الارض علشان حاجات كتير جدا يبقى انا استخدمت الموجات فوق الصوتية في الزراعة نعم ازاي نحدد اختلاف النغامات والاسوات دي اول حاجة تاني حاجة وديت المهم جدا ازاي نعرف نغمة صوت لجسم غير معلوم باستخدام عجلة سفار الجزئية كانت المهمة اول اللي هي الطبقات العملية لاستخدام ممكن نسخدها بسرعة هي الطبقات العملية نعم قلنا الكشف عن الطائرات والغواصات قلنا اتنين قياس عمق البحر قلنا ثلاثة ممكن انا اقيس التأثير الميكانيكي قلنا المرة اربعة الموجات فوق الصوتية بتستخدم في علاج الالم الرماطزمية وفي علاج الحصوات والكلة في الطب قلنا بعد كده بستخدم في الشكوك المعادل لو انا عندي صب في معدن موجود اسفل الارض او مصورة فيها غاز يبقى بستخدمها في تحديد الشكوك في المعادل قلنا بعد كده في صناعة السبائك واخير النقطة اللي هي التأثير البيوليشيكي طيب بالنسبة بقى لوحدة الصوت يا مستر ايمن احنا دايما بنجي بنقول ايه هو الجزء العملي يعني اتكلمنا على وحدة المحاليل قلنا الجزء العملي في وحدة المحاليل اللي هو ازاي تقدر تقيس تركيز محاليل باستخدام الايدرومترات يعني بيجيب لك تلات اربع مخابير التلات اربع مخابير فيهم محاليل مختلفة مختلفة التركيز اما بالنسبة لوحدة الصوت اللي هي كيفية التحقق او اثبات قوالين انعكاس الصوت وقلنا الحكاية دي اتسهلة جدا ان احنا بنجيب مصورتين المصورة دي بيكون طولها متر القطر بتاعها بيكون 10 سنتي وعملنا لك نموذج مصغر النموذج معنا هوت برضه مستر ايمن برضه لابناءنا الطلبة يشوفوه هي نفس الصورة اللي احنا عرضناها قبل كده عبارة عن مصورتين المصورتين دول متعمدين لان هنا فيه سطح عاكس هي بينا معنا هوت ادي مصورة اولى ودي مصورة تانية والمصورة دي بنحط على مصدر الصوت وهنا بنسمع من هنا مع تغيير حركة الشعاعس المنعكس بنقدر نحدد زاوية السقوط وزاوية الانعكاس ودي سهلة جدا ممكن اي طالب بيعمل طبعا في نهاية الحلقة بنشكر مستر ايمن رمضان بسيوني معلم خبير الفزياء وزارة التربية والتعليم شكرا مستر ايمن بنشكر ياسمين وشيماء وآية ودايما تتواصلوا معانا كده ان شاء الله بنشكركم على حسن الاستماع بنشكر جميع السادة المشاهدين اللي بتعبوني من خلال قناة مصر التعليمية وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته